اهلا بكم قالت ممثلة الامين العام للأمم المتحدة في العراق جنيني بلاس خار ان العنف القائم الذي انعكسه على جميع انحاء العراق في وقت سابق من هذا العام كان بمثابة تهديد واضح وكبير للبلاد وامنها واصبح خطر تصرفات مارقة من قبل جماعات مسلحة مرتبطة بالخارج مصدر قلق داء وثمت مؤشرات واضحة لاحتمال توجه المجتمع الدولي ومنظومته لاعتبار النظام السياسي القائم في العراق نظاما مارقا يمثل خطرا على شعبه وعلى محيطه الاقليم خاصة بعد ترسخ مفهوم الدولة الفاشلة والهشة في العراق الجديد والجرأ الواضح في قتل المدنيين لاسيما المتظاهرين والذي استشهد منهم حتى اللحظة نحو الف متظاهر العراق ومؤشرات تصنيفه دولة ذات نظام سياسي مارق هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الأسئلة التالية ما هي المعايير التي إذا توافرت في دولة أو نظام سياسي ما عد نظاما مارقا وهل أصبح نظام العراق الجديد السياسي فعلا نظاما مارقا بنظر المجتمع الدولي وما هي مخاطر العراق بصفته دولة ذات نظام سياسي مارق على شعبه وعلى محيطه الاقليمي والأمن الدولي وهل يسير العراق فعلا إلى النبذ والعزة الدولية إذا ما توافرت في نظام سياسي معايير الدولة المارقة ولماذا لم يصنف نظام العراق الحالي حتى الآن نظاما مارقا برغم قتله أو تسببه بمقتل مئات الآلاف من المدنيين لا سيما من المتظاهرين السلميين في الأونة الأخيرة ضيف الطاولة رافع الفلاح عبد الحميد العاني قحطان الخفاجي النظام المارق في العرف الدولي هو الذي يصبح بقاؤه خطرا على المحيط الاقليمي والعالمي إضافة إلى عدم انتظامه بالمعايير الدولية لحكم الشعب محليا كل هذه الصفات وزيادة فصل في الإرهاب أصبحت تنطبق على المنظومة الحاكمة في العراق التي صنعها الاحتلال الأمريكي ومكن نفوذها النظام الإيراني وسكت على تزايد شرورها المجتمع الدولي حتى لم يعد بوسع هذا المجتمع الصمت والتستر على هذه المنظومة سبعة عشر عاما مارست فيها تلك السلطة المارقة كل أساليب القم وسلكت مختلف طرق الفساد ولم تعره اهتماما للعلاقات الدولية ولم تقدم أي نموذج يمكن من خلاله تخفيف صفتها من رتبة مارقة إلى رتبة مستبدة على الصعيد الخارجي مارست هذه المنظومة دور الجاسوسية في دول الخليج خصوصا والعربية عموما بما يهدد الأمن الإقليمي والعربي واستخدمت سلاحها الإعلامية لتشويه التاريخ والثقافة وبث النعرات الطائفية كما كانت المصدر الأساسي لإنعاش الاقتصاد الإيراني وتسخير كل مقدرات وثروات العراق لتقوية نظام طهران ودائما ما تقف سياسيا في صف محور الإرهاب تلك المواقف تترجم على الأرض من الناحية العسكرية حيث أصبح العراق مرتعا لعشرات الميليشيات التي تنفذ عمليات اغتيال وتفجيرات في العواصم العربية والغربية كما تخوض حروبا علنية في سوريا واليمن أما داخليا فرغم كل الأدوات المتاحة لها في العراق لم تستطع أن تبني ولو مجرد هيكلا للدولة بل على العكس تماما أكملت مهمة الغزو في التدمير وأثخنت في تمزيق المجتمع حتى بات إعادة ترميم الدولة يستوجب عملا دؤوبا لعدة سنوات في حال سقطت هذه المنظومة الحاكمة في الوقت القريب حاول المجتمع الدولي ومعه المحيط العربي احتواء هذه المنظومة لكن تراكم مشاكلها بدأ يثير المخاوف الدولية منها وعليه تثار مسألة أهمية تحرك العاجل من أجل تطبيق إجراءات العزل عليها من كل النواحي قبل أن يصيب الجميع بلا استثناء أثر فيروسها القاتل أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي ستبحث في مؤشرات توجه المجتمع الدولي لاعتبار النظام في العراق نظاما ماريقا ضيف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي ودكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق وسيكون معنا عبر سكايب أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاج مرحبا بالضيوف الكرام مرحبا بالجميع دكتور ما هي المعايير دكتور رافع الفلاحي أو الصفات التي إذا ما توافرت في نظام سياسي أو في دولة اعتبرت نظاما مارقا لا بد من اتخاذ إجراءات للتصدي له لعزلة نبذة دولية بسم الله الرحمن الرحيم ربما أستاذ ماجد عبارة الدولة المارقة استخدمت في ثمانينات من قبل الرئيس الأمريكي ريغان نعم واستخدمت على دول معينة الحقيقة ولم يعد استخدامها ربما فترات طويلة ويعني ترك استعمالها وعيدة ربما استعمالها في عام 2017 من قبل الرئيس الأمريكي ترامب قبل عام عموما كان في البداية يعتبرون أن كل دولة تخالف الولايات المتحدة في سياساتها ربما تعتبر دولة مارقة لكن الحقيقة هم وضعوا جزء من معايير واحدة منها أنه عندما تكون الدولة هم تحدثوا عن أسلحة دمار شامل وغيرها لكن عندما تكون الدولة غير قادرة عن تلبي لمواطنيها احتياجاتهم تراعي حقوقهم تؤثر إقليميا ودوليا على السلم الإقليمي والدولي هذه دولة تعتبر مارقة نعم تأثيرا سلبيا نعم عندما تكون ذات تأثير سلبي على الإقليم والعالم تأثيرا سلبيا تعتبر دولة مارقة وبحاجة لأن تتخذ إجراءات معينة سواء من الدول الكبرى دول مجلس الأمن أو من المجتمع الدولي عموما ضد هذه الدولة وهذا المفهوم يعني إذا ما الآن عدنا وقفزنا وصلنا إلى العراق ربما هذا المفهوم مستل من الدولة الفاشلة الدولة الهشة يعني حتى هذا المفهوم دولة المارقة عندما تأتي إلى الدولة الفاشلة أو الآن تسمى دولة هشة ستجد أن هذه المعايير نفسها هناك معايير بضيعة نحو 12 معيار لقياس هذه الدولة وضعية هذه الدولة مدى ملاءمتها مع المجتمع الدولي يعني مفهوم دولة مارقة يعني خارج عن القانون خارج عن قصدي مرحلة متطورة عن الدولة الفاشلة والهشة ما بعد الفاشلة والهشة نعم لكن هي مستلة حتى معايير التي طبقت عليها مستلة أيضا من هذه عاما في الهدعش العراق صندف دولة فاشلة وهشة نعم نعم فلذلك يعني وعندما تنظر إلى المعايير كلها التي طبق على الدولة المارقة والدولة الهشة الدولة الفاشلة ستجد أن العراق في قمتها وبالتأكيد يعني كل الدراسات التي جرت في هذا الموضوع تضع العراق عندما يعني بقياسات هذه الدولة اللي وضعتها مجلة السياسة الدولية ومؤسسة صندوق السلام المتخصص يعني المعايير أو القوامل التي وضعوها العراق من الدول السبعة الأكثر فشلا وهشاشة أو دول المارقة السبعة وعندما تنظر إلى هذه الدول الباقية يعني بتحدث عن أفغانستان اليمن سوريا الكونغو الصومال ستجدها دول فقيرة جدا جدا وبالتالي العراق الدولة الوحيدة الغنية في وسط هذا المجموع إذن العراق هو يحتل المرتبة الأولى بين الدول المارقة والدول الفاشلة وربما دعني أقول أنه واحدة من المعايير المهمة عندما الدولة تكون غير مسيطرة على قوات في داخلها عصابات في داخلها مثلما عندنا ميليشيات تتحرك وإضافة إلى أن الدولة عندما لا تكون متحكمة بقوات خارجية تسيطر عليها وخاصة عسكرية تدخلات عسكرية خارجية وتدخلات اقتصادية والسياسية وهذا كله ينطبق على العراق لذلك العراق دولة مارقة فعلا دورة هشة وفاشلة في كل القياسات هي دولة بهذا الاتجاه نعم دكتور عبد الحميل هذه معايير الدولة الفاشلة والهشة والمارقة موجودة الآن متوافرة في نظام النظام السياسي القائم في العراق بنظر الباحثين بنظر المختصين أنه يفترض أن يكون هذا النظام نظاما مارقا لماذا لحد الآن بنظر المجتمع الدولي أو النظام الدولي لحد الآن لم يصلنا في النظام في العراق نظاما مارقا على الرغم من اجتمالها على كل المعايير دولة الدول المارقة أو هذا المروق بسم الله الرحمن الرحيم بداية لا بد أن نعلم ويعلم الجميع المشاهدين أن الموجود الآن مما يسمى دولة هو صناعة هذا المجتمع الغربي صناعة أمريكا تحديدا هم أدوات في هذا المشروع الذي فرضته أمريكا عقب احتلالها للعراق وفصلته تفصيلا كل المفاصل الموجودة اليوم هي من ضمن ذلك السيناريو الذي رسمته وفرضته الأدوات الموجودة اليوم غالبها هي متفرقة عن مجلس الحكم الذي فرض وعين تعيينا من قبل الحاكم المدني الأمريكي في ذلك الحين إذن الموجود اليوم وليس شيء جديد وليس شيء طارئ هذه المصطلحات التي تثيرها أمريكا خاصة وأمريكا والغرب ربما عنده هوس في صناعة أحيانا بعض المصطلحات لإجغال بعض السياسين والأوساط السياسية بها الموجود اليوم هو ليس شيء جديد سبعة عشر عاما وهذا الوضع هو الموجود وهو مستمر بكل النواحي السلبية التي أشار لها الدكتور قبل قليل التي يصنى في العراق أو غيره على أنها دول مارقة إذن ما الجديد؟ القضية هنا حتى نعلم لماذا هذا التصنيف أو لماذا اليوم أمريكا وذكرنا ذلك ربما في أكثر من مرة في إطار صراعها في المنطقة وتحديدا مع إيران هي تريد لهذا المشروع أن يستمر لكن هذا المشروع ربما قد تجاوزت إيران حدودها في بعض المفاصل ولذا يعني يستمر حتى وإن كان نظاما يستمر كأجل فاشلا فاشلا مارقا هذا هو المقصود يعني هذه هي شيء مقصود بهذا المشروع هذا النظام إذا ما استمر واعتبره نظاما مارقا هذا له أيضا خطره لا يقتصر على شعبه بل يؤثر حتى على المحيط الذي هو فيه معظم حلفاء للولايات المتحدة هو لو نظرنا نحن طيلة السبع تشر عاما الماضية هل شيء جديد الذي حصل الآن يعني هل تأديد العراق للسلم العالمي هو الشيء جديد نعم تجاوز حدوده في إطار الصراع مع إيران في هذه المراحل الخاصة السنوات الماضية وتحديدا هذه السنة الأخيرة ففي إطار تقليم أظافر إيراني والحد من نفوذها ونوع من إعادة رسم الخارطة تأتي هذه التصريحات ويأتي في إطار كأنه ضبط السكة أو القاطرة على السكة من جديد حتى يستمر المشروع أصل المشروع يجب أن يستمر هكذا تريده الاحتلال الأمريكي ولكن المشكلة في بعض التفاصيل التي ظهرت ربما لها أما يعني مصلحة الشعب العراقي هل سيجني من وراء هذا الشيء هذا ليس في حسبان لا المجتمع الغربي عموما الذي دعم هذه الحكومة التي تسمى اليوم مارقة وهذا المشروع ولا في حساب أمريكا التي هي إلى هذه اللحظة هي مستمرة في دعم العملية السياسية وإن كان يوجد بعض المناكفات بما بينهم هنا وهنا دكتور قحطان الخفاجي مرحبا بك معنا أهلا وسلم بك حياك الله العزيز أهلا دكتور هل تتوقع هل لديك مؤشرات قد تقرب على أن المجتمع الدولي قد يتوجه إلى تصنيف يتجه إلى تصنيف أو اعتبار النظام السياسي في العراق نظاما مارقا لاجتماله على كل معايير وأسس ومواصفات النظام المارق وأيضا ما الذي سيترتب عليه قانونيا أكرر الترحاب بك وبالسادة الأفاضل الضيوف وبالشاهدين الكرام حتى ندخل للسؤال أود أن أعرج قليلا على ما تفضلي بالأخوان من توضيح إلى مفردة المارق والمارقة أكيد المارقة هي مصطلح كما معروف أمريكي النشأة وهو قراءة أمريكية لسلوكيات الدول الأخرى ووضعت في وقتها كل من كوبا وليبيا وسوريا وعراق وكذا وكوريا في هذا الإطاء نعم ولكن كواقع حال نحن كعلميين أن المجتمع الدولي لم يتمنى مفهوم واضح إلى المارق ولم يعتمد في الأدبيات الدولية المعتمدة كجهة تنظيم دولي ولكن كسلوك ليطراف فعالة هي أمريكا واحد اثنين الوضع يعراق الآن رغم ما هو متفق الجميع على أنها دولة لا تطبق عليها مواصفات دولة ونعم المجتمع الدولي بحاجة لينتعامل مع العراق تعامل آخر ليعيد الأمور إلى نصابها وأن يقلل الشر الذي ممكن دكتور سمحني خلينا أقاطعك على قضية أنه لا زال المفهوم مفهوم الدولة المارقة مفهوما أمريكيا وليس مفهوم معتمد من قبل المجتمع الدولي يعني جنابك الكريم يعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية أي مفهوم تريد أن تلبسه للنظام الدولي للدول باستطاعتها تمرر عن طريق الأمم المتحدة ومجلس الأمن مثل قضية مفهوم الإرهاب والدولة المارقة وغيرها تنشأ أمريكية ثم بعد ذلك تطفي عليها أو تلبسها هذا اللباس الدولي نعم تفضل بالتأكيد أنا آتي بالكلام نعم أمريكا تفضل ما تراه الآن بحكم إمكانياتها وحكم تسلطها على المجتمع الدولي ولكن الوضع عراقي الآن في حسابات قد تبدو مختلفة نسبيا بشكل تالي أتفق مع الأستاذ عندما قال أن الوضع العراقي صنيعها أمريكية واحد اثنين المارقة بشكل عام حتى في الرؤية الأمريكية تعتمد ثلاث معايير أساسية أولا إرادة لتلك الدولة ذاتية اثنين قوة على قوة متوفرة متأسرة تستخدمها ثلاثة تأثير سلبي على المنطقة هذه الثلاثية تتوافر بها تكون دولة مارقة تملك قوة ولها إرادة لأن تستخدم القوة استخدام شيء وتؤثر في المنطقة أو في محيطها تكون مارقة العراق تماما تختلف نسبيا الحالة العراق قد يكون دين المنطقة نعم يعتبر أنها كأسلحة منفلتة كثيرة في المنطقة ولكن العراق كدولة رسمية لا تبتك القارة العسكري الأمني كما تمتلك الميليشيات نعم لذلك الآن حقيقة الأمر حتى أمريكا قد تبدو في حيرة من توظيف وتوصيف وتبرير وصف العراق بالمارقة لماذا؟ أن أولا هي التي صنعتها النظام السياسي واحد اثنين أن القوة السياسية الرسمية العراقية لها اتفاقات أمنية مع الجانب الأمريكي بما فيها قواعد وهي جزء من التحالف الدولي ولكن مع هذا الشرعات من العراق فعلا من هذه الدولة اللي يسمى العراق فعلا ولكن ليس من جانب الحكوم الرسمي بقدر من جانب الميليشيات التي هي سيطرة أو سيطرة لذلك نقول دولة فاشلة دولة منفلتة دولة يعني كأنما نحن بحاجة إلى دكتور هذا النظام السياسي الذي صنعه الأمريكيون يبدو أنه لم مبقى مننا غير الإسلابات الآن السطوة أدوات القوة بيد الميليشيات إذا صح التوصيف أنها الدولة الحقيقية الدولة العميقة هذا النظام المتهرق السياسي الكلاسيكي الحقيقة ليس له من الأمر شيء ثم الحقيقة حتى هذا النظام السياسي الآن متخندق مع الميليشيات بمعنى أنه وأنت ترى ما جرى خلال اليومين من قصف لقاعدة أمريكية في التاجي والرد الأمريكي هذا النظام السياسي أو الحكومة التقليدية لم لا تريد أن تنأى بنفسها عن سلوكيات الميليشيات هي متداخلة وتدافع عن الميليشيات وتندد حتى بالضربات على اعتبار أنها مؤسسة عسكرية تتبعها ليس هناك من فصل بين النظام السياسي التقليدي الذي صنعه الأمريكيون وبين الميليشيات المرتبطة بالخصم الآخر لأمريكا وهي إيران لو أعطيت لبجال كانت جئت معاك بالتأكيد بهذا التوجه تفضل آسف نسمح نسمح قلت لك وضع عراق وضع يختلف عن بقية الدول لذلك الآن أمريكا أمامها الخيارة التي تفضلت به وهي أن تحرج الجانب الرسمي لكي يعطي واضح موقفها من هذه الميليشيات واثق أنا كل الثقة أن الحكومة غير قادرة أن تعطي موقف رسمي حاسم تجاه الميليشيات وبالتالي ستذهب أمريكا إلى أن ومجتمع الدولي بالتأكيد من خلفها وقد يكون مبرر ذلك تبريبا واضحا إلى أن حالة تكميلية ما بين الدولة الهشة وهي دولة كما هشة المصطنعة الهشة وبين المتنفذي من الجهات الميليشيوية وبين الغطاء الشبه الرسمي التي تتعدند الحكومة منطقة الخضراء هذه الثلاثية ستكشفها أمريكا عندما تفضح الأمور بأن على حكومة بغداد أن تستخذ قهار حاسم حيال الميليشيات عندما لا تتخذ وهي لن تتخذ ستكون تلك الحالة مكملة الحكومة الخضراء مع الميليشيات مكملة للحالة المارقة التي عبارة عن قوة بإرادة بتأثير سلبي هذا ما قلت لك قبل قليل إذن على أمريكا على ما يبدو في تصوري ستسعى إلى عملية وضوح صورة توافق وتداخل ما بين النظام السياسي القائم في المنطقة الخضراء وبين طوشن حقيقة الغبراء وبين الميليشيات وبالتالي عندما تؤكد للعالم التوافق الكامل بين هذه المجموعتين تذهب باتجاه أن الوضع الأمني في المنطقة على قلق كبير نتيجة للحالة العامة الجمعية في العراق وبالتالي تتخذ قرارات قد تكون دولية أممية بشأن دولة مارقة هي العراق بعد أن ترتب الحالة بهذه الصورة نعم دكتور رافع الفلاحي أن تصنيف العراق كدولة مارقة أو واقع الحال أن دولة مارقة بدون التصنيف عمليا هو دولة مارقة ومن صفات الدولة المارقة أنها خطرة جدا على شعبها وهذا الخطر يتعدى في مرحلة لاحقة إلى المحيط محيط الإقليمي وفي مرحلة إذا ما تركت إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين ما هي المخاطر على كون العراق عمليا دولة مارقة على شعبه وعلى المحيط وعلى الأمن والسلم الدوليين سيد ماجد دانيا أولا نقول أننا ربما نتجنى في الحديث عندما نقول نتحدث عن دولة في العراق ليس هناك دولة نعم يعني العراق الآن لا دولة حقيقة وشار له أخي دكتور قحطان في بداية حديثة نحن نتحدث عن لا دولة هناك نظام موجود نظام أسست الولايات المتحدة بعد احتلال العراق وهذا النظام متصدع غير قادر أن يظهر كقوة على الساحة ويمتلك كل الأدوات وغير قادر أن يختفي حتى توصيف النظام يبدو أيضا فيه تجيئ على أيضا هذا أيضا بمثلبة وكلام آخر فبالتالي أنت الولايات المتحدة عندما جاءت وحتلت العراق في كل الأحوال هي أرادة أن تبني نظاما ضعيفا نظام دولة دولة ضعيفة تستطيع أن تقودها لكن الأمور خرجت عن السيطرة الحقيقة التدخلات الإيرانية الوجود الإيراني تحت المظلة الأمريكية أوصلنا إلى حالة غريبة عجيبة ومعقدة الدولة مملوكة لميليشيات والميليشيات مسيطرة على الدولة وأنت تتحدث عن نظام ديمقراطي والنظام الديمقراطي اللي تحدثت عنها أمريكا غير موجود والعالم الآن كله ينظر إلى العراق ويجد أن هذا النظام الديمقراطي التي بشرت به الولايات المتحدة غير موجود حتى الأمريكيين صاروا يتحدثون الآن بداية يتحدثون أنه لا ديمقراطية في العراق أن هناك قتل وهذا القتل غير مقبول هذه كذبة فأنا يعني أتفق مع الدكتور قحطان في قضية أنه ستصل الولايات المتحدة تريد أن تدفع الأمور إلى الحالة التي تقول فيها للعالم إن من موجود في العراق ليس هناك دولة نعم نحن جئنا لتغيير نظام وتأسيس دولة جديدة دولة نموذج لم نفشل نحن لكنهم فشلوا هي لن ترمي الفشل على نفسها ستقول أن العراقيين قد فشلوا في تأسيس هذا النظام بسبب التأثيرات الإيرانية أليس هذا صحيحا؟ هذا صحيح لكن هذا يتبع إلى العلاقة الأمريكية الإيرانية مدى تطور الصراع هذا الإيراني الأمريكي إذا الصراع الأمريكي الإيراني استمر بهذه الوتيرة بالتصاعد وصولا إلى حد القطيعة سنجد أن الموضوع في التغيير ماضي إلى طريقة وستسعى الولايات المتحدة إلى تغيير ما موجود في العراق بطريقة أخرى نكاية في إيران وليس لأن مصالح الأمريكية متحققة وليس اعترافا بالذنب أبدا وليس اعترافا بالذنب لذلك سترمي الذنب على العراقيين لأنهم لم يؤسسوا ولم يسعوا إلى تأسيس دولة حقيقية وهذا الحديث الأمريكي الآن يجري بهذا الشكل أن العراقيين فشلوا في تأسيس هذه رغم مساعداتنا المالية والاقتصادية والسياسية لكنهم فشلوا فبالتالي يجب تصحيح هذا الموضوع لأنهم يؤثرون على الإقليم يؤثرون على العالم خطورة وجود هذا الانفلات هذه الفوضى هذه اللي حضرتك تسأل عنها ستؤثر على كل المحيط والمحيط لن يتحمل يعني هذا المحيط لن يتحمل في هذا الوضع الدولي الآن والإقليمي لن يتحمل انفجارات أخرى لدينا أكثر من انفجار في المنطقة وبالتالي هناك حلفاء يعني تعتبرهم أمريكا كل واحد منهم حليب ستراتيجي بالنسبة لها اقتصاديا سياسيا يعني ماذا يكون تسويقيا فبالتالي يجب أن تحافظ على علاقات بهم تحافظ على أمنهم ويتعدهم بهذا الموضوع ولديها قواعد في هذه المنطقة لذلك التغيير يتبع أيضا العلاقة الأمريكية الإيرانية هل ستمضي إلى الطريق هي ماضية الآن إلى طريق التصريح توترا أو هدوان تتبع العلاقة توترا أو تصريح وهي ذاهبة نحو التوتر أكثر ذاهبة نحو التصادم أكثر إذا ما استمرت هكذا العراق سيخرج من عنق الزجاجة باتجاه آخر سنتحدث عن الفوائد التي ستعود على العراق وعلى شعبه من تصنيف النظام السياسي في العراق نظاما مالقا وربما قد يكون لكن هذا لا يمنع أستاذ ماجد أن الوضع العراقي الآن سيتبدل لن يبقى على هذا الشكل الآن العالم كله اطلع عليه وشعب العراق الآن في وعي آخر سنرى فائدة هذا التصريح لن تستمر في هذه الحالة أشكرك إذن مشاهدين الكرام نستأذن منكم ومن الضيوف الكرام لنذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة طاولة حوار عن المؤشرات التي قد مؤشرات دولية على اعتبار أو تصنيف النظام في العراق نظاما مالقا بعد الفاصل نعود يبقى معنا ترجمة نانسي قنقر وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي تبحث فيه المؤشرات على اعتبار مؤشرات دولية على اعتبار نظام القام في العراق نظاما مالقا ضيوف طاولة الدكتور رافع الفلاحي ودكتور عبد الحميد العاني ومعنا عبر سكايب الدكتور قهطان الخفاجي دكتور عبد الحميد العاني إذا ما مضت الأمور باتجاه تصنيف النظام السياسي في العراق أو الدولة العراقية أو العراق نظاما أو دولة مارقة وفق كل هذه المعايير الآن متوافرة ما الفائدة التي ستعود على الشعب العراقي على العراق من تصنيف هذا النظام نظاما مارقا من وجهة نظر دولية يعني أولا قبل هذا السؤال الجاب على هذا السؤال لا بد أنه نسأل أنه ماذا ستريد من ورائه هي أمريكا وغيرها حينما أطلقت مثل هذا التصنيف ربما أجبنا عن هذا بشيء من الإشارة قبل قليل وهي أنها لا تريد التغيير الجذري مثل ما قال الدكتور قبل قليل هي ليست نادمة هي الآن ترمي التهم على الأشخاص كأنه السبب أو الخلل في تنفيذ وليس في أساس المشروع لذا لا نبني على هذا آمالا كبيرة جدا بأنه سيكون الخلاص من ورائه أو من هؤلاء الذين جلبوا هذا الخراب هم أساس الخراب هم الذين جاءوا بهذه الأدوات وهم الذين رسموا هذا المشروع وفصلوه وهم الذين حموه ودمعموه طغيلة السنوات السابقة 17 سنة تقريبا هي دعمت هذا المشروع بكل أدواته و بكل جزئياته فلا نتوقع أن يكون الخلاص على أيديهم لكن أيضا بالمقابل اليوم الشارع العراقي لا يغفل مثل هذا المتغير نعم ينالك اغتنام استثمار لمثل هذا المتغير اغتنام مثل هذا الصراع على الأقل ورغم أنه ليس صراعا وجوديا كما عبرنا عنه أكثر من مرة لكن القوى العراقية الشارع العراقي القوى الوطنية والشارع العراقي اليوم الذي انتفض وقد وصل إلى درجة كبيرة من الوعي وهو يصرح بهذه الأمور بالمناسبة وليس نحن من نملي عليه وإنما نستقرأ ما يقوله هو يقول أنه اليوم بات على دراية وإدراك تام على أن الحل هو ليس باستبدال هؤلاء الأشخاص وإنما لا بد من الاستمرار في مطالبهم في ضغطهم الشعبي للوصول إلى الحل الجذري وهو هذه العملية السياسية إلغاءها من جذورها ليس استبدال بعض الأشخاص ليس استبدال بعض الوجوه والإصرار على أن يكون هناك توحدا من قبل القوى الوطنية بمختلف اتجاهاتها لإيجاد البديل وهو حكم حكم أو صناعة حكم وطني حقيقي بعيدا عن كل التأثيرات الخارجية ومن هذا أيضا لا بد أنه نقول ويعلم الجميع أنه كان ربما أحد المسببات لهذا المتغير يعني فضلا عن الصراعات الخارجية والمتغيرات المصالح لهم كان للشارع العراقي الذي انتفض بهذا الشكل الكبير الأفقي كما ونوعا كان له ربما هو كبير الأثر في صناعة مثل هذه المتغيرات وهذه التصريحات لذا ربما اليوم الشعب خاصة للشباب يدرك أنه هو ثورته هي التي جلبت مثل هذه المتغيرات نعم فإصراره على هذا الطريق هو الذي يأتي إن شاء الله تعالى بالنتيجة الصحيحة دكتور قحطان الخفاجي إذا ما مضت الأمور إلى تصنيف العراق دولة مارقة سواء تصنيفا أمريكيا أو تصنيفا من المنظومة الدولية مقصود بها الأمم المتحدة ما هي الآثار السياسية والقانونية لهذا التصنيف على القضية العراقية الآثار نجابية للقضية العراقية وللشعب العراقي خاصة في ضو هذا الحراك الكبير والمستمر منذ ستة أشهر إذا ما تصنيف هذا النظام نظاما مارقا خطرا على شعبه هل تتوقع تدخل دولي أكثر لحماية المجتمع في العراق لإحداث تغيير ما في المعادلة السياسية القائمة الآن في العراق نعم أخي العزيز التجربة أكدت على أن السلوك أو التعامل مع الدولة المارقة يمر عبر تغيير النظام السياسي بدرجة الأساس في الغالب إن تسعى أمريكا سواء بمفهومها وإراثتها أو المجتمع الدولي يثبت تجاه تغيير المنظومة السياسية ليؤمن أو ليؤمن حالة عدم استخدام القوة بشكل الذي يشكل أذى وإساءة للمنطقة وبالتالي أتوقع أن أمريكا تذهب إلى اتجاه التالي أولا تسعى إلى أن تحصل تأييد مجتمع دولي على اعتبار أنها دولة العراق قصدي دولة مسببة لحالة من اللا أمن في المنطقة وحاية لاستقرار وبالتالي هذا يتطلب قارات دولية أممية لتحييد سلوكيات وضوابطها وبالتالي يذهب أكثر من ذلك باعتبر أن القرار العراقي الآن ليس قراراً عراقياً بحتاً بقدر ما هو قاراً إيرانياً وبالتالي الأمر يتوقع أنه يذهب أكثر من ذلك عندما يتم عملية الربط بشكل مباشر ما بين سلوك العراقي وبين سلوك الإيراني وبالتالي أمريكا تجعل التوجه لتخيير النظام العراقي وجزء من جهد الدولي لاستقاب الأمن وأبعد من ذلك إلى موضوع مكافحة الإرهاب أو حالة اللا أو التحالف الدولي القائم حالياً لمقاتلة جهات التي تؤمن الإرهاب وتعطي الإرهاب دعم وديمومة وبالتالي أتوقع ستصدر قارات أممية من الشأن العراقي سيما والنجو أصبح الآن ملاء أكثر باعتبر أن التحاطف الدولي كبير مع الجهد العراقي تدعى ذلك أن أمريكا سبق وأن ذهبت لحالها لتغيير أنظمة سياسية رأتها مارقة فليس أمر من بعيداً سيما وأن الآن الضربات العسكرية أخذت منحة آخر منحة دولي اشتركت بها أمريكا وبريطانيا وهذا على تحالف جديد بها التوجه هذا نعم دكتور هل تقرأ أو تتوقع أن الطبقة السياسية ستقرأ الواقع السياسي الجديد طبعاً هناك نظام الحكم القائم في العراق ربط مصيره بمصير إيران وهي التي تعاني الحصار والعزلة والنبذ الدولي وهي طبعاً دولة أمريكا صنفتها ضمن محور الشر ضمن الدول المارقة هل تعتقد أن هذه الطبقة السياسية الفاعلة قد تفك هذا الارتباط تلغي هذا الارتباط بينها وبين إيران أم أن القضية أكبر منها والقضية بيد الميليشيات وبالتالي ليس لها من الأمر شيء هذه القوى الحكومة التي تحكم أقصد القوى السياسية التقليدية غير الميليشيوية بالتأكيد الواقع الحالي يشير إلى أن هذه المجاميع السياسية بمسمياتها المختلفة لا تبتلك إرادة حقيقية نعم هي لم تبتلك إرادة سابقاً عندما لم تكن هنا أكبر يسمى بالميليشيات هناك كانت إرادة حقيقية إرادة أما أمريكية وأما إيرانية عن طريق قاسم سليماني وسواه والآن بعد ما اتطورت حجم وفاعلية ومهام الجماعات المسلحة الفصال المسلحة المرتبطة بإيران أصبح لها القول الفصل والقول الحسم ولذلك نرى أن الخلافات على شدها بين القوى السياسية أولاً لأنهم ثبتوا جهل الكامل بالشامل السياسي وغياب كامل بالإدراك الثانيين ثبتوا عجز حتى عند إيران أنا سبق وانقلت لحد التابعين لإيران من السياسيين قلت له حتى لو ربحت إيران المعركة مع أمريكا أنتم ستكونوا خرج اللعبة لأنكم عمال غير جيدين ثبتوا فشلكم فشلاً ذريعاً إذن هذه القوى السياسية لم تعد حقيقة لها أي تأثير حتى أنها أنا داماً وأقول لم يكن بمقدرة أن تهش الزباب عن أنفها القرار الحسب الآن للميليشيات والقرار الحسب الآن إلى جماعة إيران وإلى إيران بتحديد طهران والعلنة شهدنا شماخاني عندما جاء لكي يفرض حالة معينة ولكن الخلاف أكبر حتى من شماخاني لأن هناك تناقضات من كبرى أمريكية إيرانية لم يعد في المجال لكي هناك أنصف حلول أصبحت اللعبة الصفرية بين أمريكا وبين إيران وبالتالي أتوقع هذه المجاميع المسلحة رغم ما تملكها من سطوة إنها ستتلاشى لأن المسألة ذهت باتجاهين أولاً تعادي الشارع عنها ووضعها بحالة منفردة ودالة على أن هناك ارتباط لهذه المجاميع بإيران ترفض من الشارع اثنين قدرة أمريكية كبيرة جداً على الواقع الحالة بالشأن العراقي استخبارياً وواقعياً وبالتالي أتوقع لا تملك هذه القوات لا تأييد جماعي كما تظن سابقاً ولا تملك قدرة على مجاهبة القوات الأمريكية وبالتالي ستولى الدبر وستنهزم بالتأكيد نعم دكتور رفع ورد على لسان دكتور عبد الحميد حتى دكتور قحطان إنه هذا النظام صناعة أمريكية هل يعني أن هذا النظام صناعة أمريكية أنه محصن من من رياح من الداخل ورياح من الخارج يعني لن يتخذ ضد أي إجراء من قبل مجتمع الدولي إجراء سياسي أو قانوني بسبب كون دولة هشة وفاشلة ودولة مارقة تشكل خطراً على الداخل وعلى الخارج يعني هل هذه حصانة في ضوء ما يجري في العراق من تظاهرات مستمرة منذ ستة أشهر يعني سينجو من هذه العاصفة لكون صناعة أمريكية لا حتى في الصناعات إذا ما أردنا تحديث يعني بمفهوم الصناعة نعم أمريكا تصنع شيء وصنعتك كثير من الأشياء وتنازلت عنها ورمتها في المقازن أو حتى يعني في بعد عقود واسنين في أماكن الثرم نعم يعني عندما وجدت أنها لا تصلح لأن تظهر كوجه من أوجه أمريكا أو تخدم مصالحها عندما لا تخدم مصالحها ترميها وتدوسها في وحتى في تعاملها مع أمريكا في تعاملها مع الأجراء لديها تتعامل بهذه الطريقة عندما تصل إلى مرحلة يعني تجد أنهم خارج الصلاحة خارج خارج الفائدة خارج تقديم الفائدة لها ترميهم في الأرض وتدوسهم بأقدامها هذا ما حصل مع كل عملائها مع كل أجراءها فبالتالي أمريكا لا تنظر لهذا الموضوع بهذا الشكل ربما تتخلى إذا كنت تتحدث عن رياح داخلية تقصد الشعب فالشعب الآن كل العراقيين الآن ضد هذا النظام ضد هذه العملية السياسية وإشارة إلى أخي الدكتور عبد الحميد أن الشعب خرج من واحد تشرين ومحاولاته كثيرة الشعب لرفض هذا النظام وصولا إلى يعني هاي ستة أشعر الأخيرة الشعب واضح رأيها الآن انقسم العراق إلى خندقين خندق الشعب وخندق السلطة هذه العملية السياسية بكل قواها الميليشياوية الأمنية سميها ما شئ لكن كلها قوة قوة ميليشياوية تابعة لإيران تتصرف بالرؤية الإيرانية بالفكر الإيراني بالمصالح الإيرانية هكذا الأمريكان لديهم والغرب عموما لديهم يعني اتفاقات معينة مع كل أطراف تتعامل معها وهذه الاتفاقات في الغرف السرية والغرف المضاءة والمعلنة هي نفسها هم يعلنون أكثر من مرة أن الأمريكان ما نسمعه من المسؤولين العراقين في الغرف السرية شيء وما نسمعه خارج هذه الغرف شيء آخر هناك حالة من الازدواجية لدى من يحكمون كل قوى العملية السياسية حالة ازدواجية يتحدثون شيء ويفعلون شيء آخر يتحدثون عن ديمقراطية ومارسون الاستبداد يتحدثون عن العراق كثيرا ولا تجد في فعلهم شيئا للعراق وهكذا حتى بالتالي الاعتماد عليهم في تأسيس منظومة تخدم الصناعة الأمريكية الآن أعتقد أن الأمريكان وصلوا إلى قناعة هؤلاء لا يفيدونهم على الأقل في تأثيرهم على المحيط الذي فيه حلفاء لأمريكا والتأثيرات كثيرة لكن يبقى ما في العراق هو ورقة أمريكية تستخدمها في صراح الآن مع إيران إذا ما تطور هذا الصراع وعود مرة أخرى إذا ما تطور هذا الصراع الورقة ستستخدم بطريقة أخرى الآن يبدو أن الصراع ماضي في طريقة أمريكا وصلت للحد يبدو دكتور حتى هذا النظام وأدواته الميليشياوية ما عادت ارتداداته مقتصرة على الشعب في العراق على حلفاء أمريكا الآن استدام وصل إلى ضرب المصالح أمريكية قواعد وما إلى ذلك نعم يعني هذا قد يرسخ القناع لدى الأمريكان أن هؤلاء لا ينفعون لا ينفعون والذي جعلهم لا ينفعون الحقيقة أمام العالم كله هذه الثورة العراقية هذه الثورة التي سحبت العراق إلى تحت الضوء وجعلت العالم ينظر أن هذا النموذج نموذج متهرئ لا دولة في العراق هناك عصابات هناك ميليشيات هناك سلاح منفلت وهذا ما قالت الأمم المتحدة في آخر خطاب لبلسغارت أعمال مارقة قالت قالت هذا الحقيقة جماعات مسلمة رغم أنها لم تقل الحقيقة كلها لكن ما قالته مرعب ومثير وغير متوقع بالنسبة لنا يعني الولايات المتحدة الأمريكية يعني لم يستفزها أن هذا النظام وأدواته تسبب بقتل مليونين مدني عراقي لحد هذه اللحظة أبدا هذا لا يستفزها إلى الآن لما وصل أنه هناك خطر قد يتهدد مصالحها قد تذهب إلى اعتبار الدولة مارقة هذه هكذا الولايات المتحدة تصرف وفقا لمصالحها لم يستدعقت المليونين نعم ويتقول هذا أستاذ ماجد تقول دائما نحن ليس جمعية خيرية الولايات المتحدة ومجلس الأمن ليس جمعية خيرية نحن لدينا مصالح كل هذه الدول لدينا مصالح مثل ما لدى العراق مصالح في دول أخرى لدى هذه الدول مصالح فيه ونحن علينا أن ندعى مصالحنا وإذا ما ضررت مصالحنا وبهذا العالم اللي سيطر عليها الولايات المتحدة القطوة الأوحاد لدينا مصالح فالمصالح إذا ما مست فبالتالي أو إذا ما وقفت ضد مصالحها الكبرى الأخرى ربما نحن في العراق مصالح الأمريكية في العراق محفوظة كمصالح اقتصادية لكنها في الصراع مع إيران هي مصالح ضد من إيران ويجب الوقوف ضدها ويجب تصحيح الوضع وتصحيح سيكون بطريقة أخرى دكتور عبد الحميد العاني يعني الآن إذا ما مضت الأمور بهذا الشكل الذي عليه الآن عمليات قتل جماعات ميليشيات مسلحة منفلتة خارج إطار حتى هذه الدولة المتهرئة طبعا هناك انحطاط عام وكل مواصفات الدولة المارقة لا خدمات لا حماية لا أمن العراق قد يمضي إلى النبذ والعزلة الدولية إذا ما عد نظاما مارقا وتأثيراته هذا في ضوه هذه كم هائل من المشاكل هناك الأزمة الاقتصادية هناك الانحدار وهبوط حاد في أسعار النفط وربما ليس هناك من رواتب الموظفين الحكوميين وفوق هذا وذاك هناك قد تكون نبذ وعزلة دولية بسبب هذا النظام للبلد طبعا يعني مثل ما قال قبل قليل دكتور رافع أنه المصلح الأمريكي هي فوق كل شيء وربما تحديدا على موضوع الحلقة الدولة المارقة نعيم شومسكي عنده كتاب بهذا العنوان وذكر تحديدا ما يتعلق بالعراق يعني احتلال العراق وأنه مثل ما أشار في بداية الحلقة الدكتور رافع استخدامهم لهذا المصطلح تحديدا تجاه العراق كان في كل مرحلة هي مقدمة لإقناع المجتمع الدولي لتغيير أو لعمل ضد العراق ومنه حدث الاحتلال الآن ننظر هل أمريكا تنظر إلينا أو تتعامل معنا من منطلق ومن زاوية المصالح المتبادلة هي إلى الآن تتعامل مع العراق على أنه دولة محتلة يعني هو احتلال هي سلطة احتلال استعباد وعلى ذلك هي لا تريد التغيير الجذري لأجل عيوننا ولا لأجل مصالح الشعب العراقي ولا لتخلصه من هذا الذي ذكرته قبل قليل القتل البليشيات المنفلتة انتهاكات حقوق الإنسان ليست جديدة بل مرت علينا سنوات عجاف ومظلمة والقتل مستمر طيلة تلك السنوات الذي تريده أمريكا تصحيح هذا الوضع والدليل حتى في هذه المرحلة اليوم حينما رأينا في قبل أشهر أنه كان هناك ضغط شعبي كثير كبير على هذه الحكومة الحالية وأدت بسبب الضغط الشعبي إلى استقالة حكومة عبد المستمرة إلى الآن لم تتدخل أمريكيا لصالح التغيير الجذري بل رأيناها أنها تدعم بعض الأجدحة لأنه هناك داخل هذه العملية هناك أجنحة أمريكية لذا نحن نقول أنها لا تريد هذا التصريح ولا تنطلق من ورائه إلى التغيير الذي يؤمن للشعب العراقي مصالحه إلى أن ترى خطورة على مصالحه خطورة جدية وحقيقية هنا الرسالة يجب أنه على الشعب العراقي ألا يتماء ويستسلم لهذا التغيير أو إذا هناك نية التغيير وإنما يجب أنه يثبت أقدامه على مطالبه الحقيقية المطاب الوطنية وهو الذي شخصه الشباب والقوى الوطنية وهي أساس البلاء أساس المآسي العملية السياسية لذا يكون الحل حلا جذريا لا ترقيعيا لا باستبدال شخص ما كان شخص آخر نعم دكتور قحطان الخفاجي إذا ما مضت الأمور هكذا وصير النظام في العراق إلى نظام مارق يعني هل نحن ذاهبون إلى النبذ والعزة الدولية والتضييق والحصار الاقتصادي كما جرى في العام 1991 ويعني أنت وأيضا الرأي العام في العراق خاصة لعيشوا هذه الفترة رأى أهوال من قضية الحصار الاقتصادي لا لا ما يسمعنا الدكتور طيب إلى أن يضبط الاسكايب مع ضيفنا دكتور رافع الفلاحي قد تعاد الكرة مرة ثانية على العراق ربما لكن دعني أقول شيء واحد يعني نحن قد نعتقد أن الوضع ربما شكل حالة من الاستحالة يعني أن أمريكا هي التي جاءت بهذا النظام كيف يمكن أن تنقلب عليه أنا أقول أنه في العراق كانت لدينا تجربة كان النظام الملكي لغاية 58 موجود وكانت بريطانيا هي الدولة العظمى في العالم و هي القطبة الأوحد كانت يمكن اعتبارها القوة الأولى في العالم في ذلك الوقت وكانت ترعى وكان العراق في حلف سما حلف بغداد كان في باكستان وبريطانيا ترعى ودول كثيرة عندما جرت ثورة 14 تموز كان بإمكان هل كان بإمكان بريطانيا أن توقف هذه الثورة كان بإمكانها كان بإمكانها وكان بإمكانها تستخدم العلف وكان بإمكانها أن تفعل كل شيء لكنها لم تفعل الضرورة أجبرت العالم هناك ضرورات قد تصل إلى حالة من الضرورة التغيير خارج عن إرادة لا تستطيع أن تقف أمامه العراق يصل إلى هذه المحالة حتى القوى العظمى تقف عاجزة نعم تقف عاجزة أمام هذا ليحصل التغيير والتغيير ربما إلى الأحسن لا يوجد أسوأ من هذا ربما قد يحصل التغيير والمؤشرات كلها تشير إلى أن التغيير سيحصل على النقيق تماما ما تريده الولايات المتحدة والعالم ربما هذا النموذج ربما سيحدث هذا التغيير والتغيير قادم ربما ليس لأن الولايات المتحدة تريده لكن لأن الشعب العراقي فرضه الوضع فرضه هؤلاء فشلهم واستهتارهم بكل شيء فرض هذا القضية فربما يحصل دكتور قحطان ربما بدقي اغتين يعني هل العراق قد أيضا يعود إلى الحصار إلى العزة الدولية إلى التضييق إلى النبذ أنه دولة منبوذة إذا ما مضت جماعة بمسارهم إلى دولة مارقة أتوقع ذلك ولكن مدة قصيرة مع مراعات المجتمع الدولي على أن لا ينعق ذلك على الشارع العراقي وعلى المواطن العراقي لأن الشارع واضح موقفه والعالم أدرك طبيعة موقف الشارع العراقي وأذن نتوقع أيضا بالمقابل أن الضربات العسكرية ستكون مسايرة مع القجراءات الاقتصادية ليس كالذي يحصل في العراق سابقا كانت القضايا الاقتصادية مجرأها أو مداها مستمر لسنوات ثم جاء الحراك العسكري وليس كما هو الحاضد إيران اقتصاديا فقط لا في العراق سيكون باتجاهين ضغط عسكري اقتصادي لكي تضيق على إمكانية تحكم الحكومة بغداد بالأموال وقد تضع يدها المجتمع الدولي على أموال عراقية ولكن بالمقابل أيضا تستمر الضربات العسكرية على أماكن وعلى مراكز بعينها للقوة الميليشيوية المرتبطة بإيران هذه الحركتين تكون مع بعضهما البعض يتقلل المدة الزمنية وهيد ما ذهب إلى السادة الفلاحي أن تغييرا كبيرا متوقع خلال أيام قريبة قادمة في العراق أشكرك بهذا مشاهدين الكرام نصل للأختام هذه الحلقة من طاولة حوار والتي ناقشت المؤشرات على تصنيف المجتمع الدولي للنظام السياسي في العراق نظاما سياسيا ماليقا لم يتبقى لنا فيها لا نشكر ضيوفنا هنا الدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي والدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسمهية علماء المسلمين في العراق وكان معنا عبر اسكايب أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان القفاجي شكرا لكم وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أماننا اشتركوا في القناة